كما كان متوقعاً بدأت تظهر تداعية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بعد أن ألقت بذلالها على الروابط التجارية الكبيرة التي تجمع الرباط بكيوف وموسكو هذا وذكرت بعض وسائل الإعلام المغربية أن مصالح العاصمة المغربية بدأت تتأثر منذ أن وصل سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة في جلسات التدول الأوروبي مؤخراً والذي قدر ب344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة يورو نيكستا التي تدير عدد من البرسات العربية وأشارت بعض المصادر إلى أنه رغم تلك المعطيات التي تؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل كبير فإنه لا وجود لأي إجراءات أو خطوات معلنة عن إمكانية القيم بتعديل للقانون المالي إلا أن الحكومة قد تضطر إلى ذلك خبراء بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقية أكدوا أن المغرب سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر خصوصاً على مستوى القمح الأوكراني وصعوبة إيجاد بدائل في ظل هذه المعطيات يرى مراقبون للمشهد المغربي أن هذه التطورات قد تزيد الوضع سوءاً في الداخل المغربي نظراً لاستمرار الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية احتجاجات يردد عشرات المتظاهرين فيها شعارات منددة بغلاء المعيشة والتهميشة إضافة إلى إسقاط الاستبداد والفسادة والعيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية اشتركوا في القناة